اشتركوا في القناة وتجاهل آنين الضحايا كيف يمكن للشعب المغربي بأحزابه ومنظماته ومؤسساته أن يفهم هذا الاستهداف في مجاري حقوق الإنسان علماً أن هذا الملف طويه المغرب منذ سنين بدءاً بالإنصاف والمصالحة والمصادقة على أحدث المعاهدات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان واستقلال القضاء في حين أن بعض الأنظمة تمارس اعتقالات بالجمل وغير قانونية ومحاكمات سوريا يتعرضوا للسياسيون والصحفيون والبرلمانيون وصلت في بعض الأحيان إلى مصادرة الدولة وحل مؤسساتها واستخدام القضاء العسكري ضد المدنيين هذا السلوك المزدوج يزيل عن البرلمان الأوروبي وقراراته ضد بلدنا كل مصداقية والاستقلالية إن بلدنا لم يعلن الحرب على دولة من دول الاتحاد لكي تشتغل مؤسسة البرلمان الأوروبي كل هذا الوقت مناقشة ستة تعديلات جلسات للنقاش العام تقريرين لصياغة قرار تحت الطلب مليء بالمغالطات كان وراءه في الكواليس بلد كنا نعتقد أنه شريك وصديق موطوق ولكن رائحة الغازي أفقدت صوابه ووعيه نقول ذلك لمن لا يعرف معنى طب غربيت معنى الحقيقي أن المغرب إذا عهد وفا وإن هذا الاستهداف الممنهج ضد بلدنا لن يزيد المغاربة إلا وحدة وتماسكا والتفافا حول مقدساته ومؤسساته ننبه البرلمان الأوروبي إلى أن منطق الابتزاز والتعالي والنظر الدوني لبلدان إفريقية لن ينفع مع المغرب لأن المغرب قد تغير وعلى من يهمهم الأمر أن يتكيفوا معدى التغيير إن المغرب ماضي في تنويع علاقاته الاقتصادية والسياسية وتطوير شراكاته مع كل البلدان التي نتقاسم معها نفس المبادئ والرؤى خصوص الاقتصادية والمالية مع محيطنا الإفريقي في إطار رابح رابح ونحن ندرك جيدا أن هذه العلاقة المتميزة تزعج بعض القوة الاستعمارية التي بنت مجدها وقوتها على استغلال ونهب طروات هذه القرة إن ما قام به البرلمان الأوروبي لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة ومنعدمة الأطر على مصالح المملكة المغربية الشارفة ونجدد رفضنا القاطع لما جاء في هذا القرار وفي ذات الوقت سنظل متشبتين بتطوير الشراكة المغربية الأوروبية ترجمة نانسي قنقر